لماذا تفشل المشاورات السياسية مع الجماعات العنصرية السؤال الحاضر أكثر من حضور الحلول السياسية منذ المشاورات مع الجماعة الإمامية بعد ثورة سبتمبر إلى الحوار والمشاورات واللقاءات مع ذات الجماعة بعد ثورة فبراير تقول أحداث التاريخ إن طبيعة الجماعات العنصرية والعائلية وتكوينها الفكري ونظرية الحق الإلهي المزعوم القائمة على ما تعتقد أنه استحقاق عنصري وامتيازات خاصة بفئة دون غيرها أبرز معضلة في طريق المشاورات مع تلك الكيانات التي تبوء بالانسداد والفشل بل تمثل إعاقة في طريق التحولات نحو الدولة والسلام الدائم طريقة اعتماد الجماعات العنصرية على السلاح كأساس للوصول إلى السلطة وكذا الحرب التي تنتج طبقة عنصرية لها امتيازات خاصة وترفض التخلي عنها من أبرز المدخلات التي تؤدي إلى فشل المشاورات والحلول المستدامة اليوم وبعد سنوات من فشل المشاورات بما يفوق كل التصورات التي كان يحملها اليمنيون لمآلات أزماتهم السياسية والاجتماعية المزمنة أفرز هذا الفشل وهذا الاجتياح العنصري للدولة وعيا مناهضا للعنصرية رغم ظهوره المفاجئ في سردية حزينة لجمهورية أسقطتها ميليشيا الحوثي والمخلوع مثاق الأمم المتحدة الرعية للمشاورات السياسية في اليمن يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر رغم ذلك تتغافل الأمم المتحدة الرعية للمشاورات اليمنية عن الخلفية الفكرية العنصرية لميليشيا الانقلاب التي تدعو باستمرار إلى محادثات ثنائية مع الحكومة الشرعية اشتركوا في القناة